موسيقى صباح الخير أبوظبي تستقطب حاليا الاهتمام دوليا لتتحول إلى عاصمة الاستدامة في العالم وملتقا لقادة الأمم الباحثين عن سبل تحقيق الحياد المناخي في قمة أسبوع أبوظبي للإستدامة الحدث الأبرز ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للإستدامة الذي يقام من الرابع عشر إلى تسع عشر من الشهر الجاري قادة دول وصنع سياسات وخبراء وقادة من مختلف القطاعات ورواد أعمال من حول العالم تجمعهم الإمارات لمناقشة أبرز القضايا الملحة والفرص التي تسهم في تحفيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي أسبوع أبوظبي للإستدامة يسعى كذلك إلى إشراك الشباب في العمل المناخي من خلال منصة شباب من أجل الاستدامة التي تنظم سنويا مركزا خاصا يستقطب ثلاثة آلاف شاب وشابة كما سيضم أسبوع أبوظبي للإستدامة 2023 الملتقى السنوي لمنصة السيدات للإستدامة والبيئة والطاقة المتجددة التابعة لمصدر ويمنح الملتقى المرأة مساحة أكبر لمناقشة مواضيع الاستدامة فأهلا وسهلا بكم في هذه المواكبة لأسبوع أبوظبي للإستدامة الذي يرفع شعار معا لتعزيز العمل المناخي وصولا إلى مؤتمر كوب 28 شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وعدد من قادة الدول وممثليها أنز حفل افتتاح دورة عام 2023 من أسبوع أبوظبي للإستدامة المنصة العالمية المعنية بتسريع وطيرة الاستدامة صاحب السمو رئيس الدولة شدد على أن أسبوع أبوظبي للإستدامة يشكل منصة عالمية تجسد حرص دولة الإمارات على استقتاب قادة المجتمع الدولي للعمل معا بما يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تبذل جهودا مكثفة لترسيخ الاستدامة وإيجاد حلول عملية مجدية لقضايا التغير المناخي وأوضح سموه أن أسبوع أبوظبي للإستدامة هذا العام يعد محطة أساسية تمهد الطريق لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28 وتناقش الأطراف الرئيسية المعنية أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف كوب 28 وضرورة إشراك جميع فئات المجتمع والمعنيين بالشأن المناخي ضمن كلمة افتتحت بها فعاليات أسبوع أبوظبي للإستدامة أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة وتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر أكد أن أسبوع أبوظبي للإستدامة يكتسب أهمية خاصة في هذا العام ففي هذا العام تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف كوب 28 خلال الفترة من الثلاثين من شهر نوفمبر إلى الثاني عشر من شهر ديسمبر وسيشهد مؤتمر الإمارات للمناخ إجراء أول مراجعة عالمية لاتفاقية باريس للمناخ إذ سيتم تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول في إطار خططها المناخية الوطنية ونحن لدينا دراية كاملة وواضحة بالتحدي الذي يواجه العالم وذلك مثل بقي دور العالم فإن الإمارات تتأثر بمخاطر ارتفاع درجة الحرارة ونحن أيضا لدينا طموحا من أجل تغيير وأن أيضا نكون صباقين في سياعة المستقبل كما أن دورة الإمارات العربية كانت دائما على قدر المسئولية ووجهة التحديات من خلال استشراف المستقبل وهذا كله من خلال التقدم الكبير الذي حققناه في غدون خمسين عاما استنادا إلى قناعتنا الراسخة بأهمية الشركات الحقيقية والوثيقة ونحن أنعم الله علينا بقيادة استثمارات موارد الوطن في جودة حياة أبنائهم وصحاتهم ووزنت بين النمو الاقتصادي والمسئولية البيئية ووضعت العمل المناخي في صميم استراتيجيتنا التنموية وكانت دولة الإمارات سباقة إقليميا إلى استثمارات في مجال الطاقة المتجددة وإدراك أهميتها في المستقبل وعندما شكك البعض في قدرتنا على تحقيق أهداف شركة مصدر استمرنا على نهجنا وقبل اتجاه الآخرين إلى خفض الانبعاثات جعلنا الاستدامة جزءا لا يتجزء من عملياتنا الهيدروكاربونية وسوف نواصل الاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية مع خفض انبعاثات مصادر الطاقة التي يحتاجها العالم حاليا بالنسبة لنا في دورة الإمارات التنمية المستدامة هي عدم الاكتفاء بما تحقق ولكن رفع صقف الطموح باستمرار وتفكير الدائم في الخطوة التالية والإنجازات والشركات الجديدة والبقاء دائما في المقدمة وعدم التوقف حتى لو للاحظة وذلك لأن المستقبل لا يتوقف ولا ينتظر أبدا سيدات والسيدة برغم التقدم الذي يحرزه العالم اليوم إننا نحتاج إلى أن نكون واضحين مع أنفسنا وينبغي أن نتحرك وننجز بوتيرة أسرع بكثير لأن نحن نحاول الحفاظ على عدم تجاوز درجات الحرارة حرارة كوكب الأرض عن 1.5 درجة مئوية وذلك نحتاج إلى خفض كبير في الانبعاثات مع زيادة معدرة الموت قدم الاقتصادي وهذا كله بسبب عزمنا على أن يكون مؤتمر الأطراف كوب 28 مؤتمرا يحتوي الجميع يتركز عن نتائج العملية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تغطياتنا الخاصة بأسبوع عبوظبي للإستدامة الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة وعضو اللجنة الاستشارية للعلوم المفتوحة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ممثلا عن المنطقة العربية أهلا وسهلا بك بروفيسور أحمد معنا في هذه التغطية يعني بداية دعنا نقف على أهمية أسبوع عبوظبي للإستدامة الذي يعود هذا العام في دورته الخامسة عشرة برأيك ما أهمية هذا الأسبوع في تفعيل العمل الجماعي والعمل الدولي المشترك برسم خارطة طريق نحو تحقيق الحياد المناخي عالميا بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكركم على هذه الاستضافة في هذه التغطية الهامة في مواكبة لأسبوع عبوظبي للإستدامة اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت الاستدامة البيئية جزء من المنظومة المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أسسها المخفور للشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراء اليوم نعتبر الاستدامة البيئية إرث نقله الشيخ زايد للأججال القادمة ونحن في دولة الإمارات المطالبين أن نستمر في تعزيز الاستدامة البيئية سبوع عبوظبي للإستدامة هو إحدى المضادرات الرئيسية للمصدر والهادفة إلى جمع الخبراء والمختصين والصناع السياسة لمناقشة التحديات المرتبطة بالاستدامة البيئية اليوم سبوع عبوظبي للإستدامة وخاصة هذه الدورة الدورة الخامسة عشر يأتي بعد كوب 27 وبالتالي فهو تحضير حقيقي للعالم لكوب 28 لذلك نحن نجد أن العنوان الرئيسي لها سبوع عبوظبي للإستدامة معا نحو لتحقيق العمل الجماعي وصولا إلى كوب 28 لذلك سبوع عبوظبي للإستدامة خطوة هامة في جمع هذه الحشود لمناقشة التحديات هامة وصولا لكوب 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ومتوقعين أن تكون دورة استثنائية لما تضمه دولة الإمارات من مبادرات بيئية هامة تخدم العمل الجماعي طبعا سبوع عبوظبي للإستدامة سيعزز العمل الجماعي العمل الجماعي والتعاون الدولي كما وضعته دولة الإمارات العربية المتحدة أحد المحاور الرئيسية للخمسين سنة القادمة تعاون الدولي لذلك هذا سبوع عبوظبي للإستدامة يؤكد هذا المنظور ويؤكد جهود دولة الإمارات في حشد الجهود وبناء منظومة تعاون الدولية تحقق الهدف المنشود نعم هذا بالفعل كما ذكرت يأتي ضمن استراتيجية الإمارات 2050 وهي حشد ربما المجتمع الدولي لنحو تحقيق هذا الهدف نحن نتابع كذلك دكتور من خلال الصور المباشرة جلسة مباشرة ننقلها من أسبوع عبوظبي للإستدامة هذه الجلسة بعنوان الاستدامة ركيزة أساسية في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة يتحدث فيها معالي سعيد محمد الطير العضو المنتدى برئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إذن نعود لموضوع طبعا الاهتمام بالاستدامة وبالتنمية المستدامة في دولة الإمارات ولذلك نجد اليوم الحشود كما ذكرت العالمية موجودة هنا في قمة أسبوع عبوظبي للإستدامة هذا الأسبوع بروفيسور يشهد حوارات مفتوحة وشاملة من أجل تحويل دعنا نقول هذه التعهدات إلى أفعال ملموسة لتحقيق التنمية المستدامة كيف تبدو لك وتيرة العمل حتى الآن في العالم نعم اليوم سبوع أبوظبي للإستدامة وقمة العالمية للطاقة المستقبل تؤكد أهمية الحشود وأهمية التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المنشودة بالأمس عندما زار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ورئيس جمهورية كوريا محطة براكة للطاقة النووية هذه تؤكد البيان الذي خرج من هذه الزيارة يؤكد على أهمية التعاون الدولي لذلك أن التعاون الدولي هو نقل أفضل الممارسات في كل دولة وموائمتها عالميا الآن أصبح سبوع أبوظبي للإستدامة وقمة طاقة المستقبل كمركز أبحاث مركز الابتكار الحلول الابتكارية العلمية يتم مناقشتها في أبوظبي فبالتالي نحن في دولة الإمارات نصدر المعرفة ونستأنف حضارة علمية إن شاء الله ستشع نورها من دولة الإمارات من خلال هذه التجمعات المنتديات العالمية والتي يناقش فيها مختلف المحاور المرتبطة في الاستدامة اليوم أسبوع أبوظبي للإستدامة يناقش الجميع وخاصة قمة طاقة المستقبل تناقش خمس محاور رئيسية منها الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية المياه المناخ والبيئة وكلها محاور رئيسية في تحقيق الاستدامة البيئية التي يسعى لها العالم اليوم دولة الإمارات جزء من هذا العالم مطالبة أو تساهم دولة الإمارات من خلال رؤيتها في تحقيق هذا الهدف وهناك مبادرة كبيرة جدا في دولة الإمارات تؤكد الدور الكبير الذي تبذله دولة الإمارات في تحقيق هدفها وتحقيق العمل الجماعي وصولا إلى أهداف عشرين خمسين يعني أنا أعتقد أن دولة الإمارات دكتور بهذه المبادرات التي تطلقها بهذه الاستراتيجيات كما تحدثت استراتيجية الإمارات الفين وخمسين يعني يأتي على رأس قائمتها وأولوياتها الاستدامة ألا تعتقد أنه تضع الضغط الآن كذلك على بقية الدول المتراخية ربما أو على المجتمع الدولي بأن يبدأ بالعمل الجدي تجاه هذا الموضوع نعم إن الجهود التي تبذلها جميع الدول هذا محفز لربما الجهود الدول أو المؤسسات التي تبذل جهد أقل بالتالي نحن الآن أمام منظومة متكاملة أمام أسبوع يعزز هذا العمل ويعزز هذا التعاون من خلال باحثين من مختلف دول العالم الجميل في ذلك أن رؤساء دول ورؤساء منظمات موجودين في هذا الأسبوع وفي دولة الإمارات مؤكدين مكانت دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة البيئية وتحقيق الريادة من خلال مبادرات نوعية ستحقق الهدف المنشود وهو تحقيق صفر من الانبعاثات مع عشرين خمسين نعم طيب أستاذ الدكتور أحمد علي مراد يعني تفضل بالبقاء معنا سنعود لاستكمال طبعا هذا الحوار خلال الحلقة أما الآن نذهب لمتابعة هذا التقرير يعني ضمن حفل الاحتفال الرسمي لأسبوع عبوظبي للاستدامة كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة الفائزين العشر بدورة هذا العام من جائزة زايد للاستدامة البالغ قيمة جوائزها الإجمالية ثلاثة ملايين دولار والتي استقطبت هذا العام أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة طلب مشاركة من مائة واثنين وخمسين دولة حول العالم أتفاصيل حول الفائزين هذا العام في تقرير ميس الكرات خمسة عشر عاما على تأسيس جائزة زايد للاستدامة هذا العام استحوذت في أتاء الصحة والغذاء على أكبر عدد من المشاركات ما يعكس الحاجة إلى وجود أنظمة غذاء وصحة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لتأثيرات التغيير المناخي العالمي واجبنا أن نعمل المسعين ونعمل المريب ونحدث الأشياء التي تفرح الأنسان تقدم الجائزة للفائزين منحة تبلغ قيمتها 600 ألف دولار ضمن خمس فئات هي الصحة والغذاء والمياه والطاقة فيما يحصل ستة فائزين يمثلون ستة مناطق جغرافية ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية على منحة مقدارها 100 ألف دولار لكل منهم في فئة الصحة فازت الجمعية الاستكشافية للصحة من البرازيل بالجائزة عن مشروعها مجمع المستشفيات المتنقل الذي يوفر رعاية طبية وجراحية متخصصة لمجتمعات السكان الأصليين المعزولة جغرافيا ضمن منطقة الأمازون ونالت شركة ينسك من فرنسا جائزة فئة الغذاء لجهودها في إنتاج البروتينات والأسمدة الطبيعية للحشرات فيما تقوم الشركة التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة بإنتاج البروتينات الحشرية والأسمدة الطبيعية للحشرات ضمن أول مزرعة حشرات من نوعها في أوروبا وفي فئة الطاقة نالت شركة نيورو تيك من المملكة الأردنية الهاشمية الجائزة بفضل تطويرها خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونظام قائم على تقنية سلسلة الكتل البلوكتشين بهدف توفير مصدر موثوق للطاقة ضمن مخيمات اللاجئين أما ليدرز جمعية تنمية البيئة المحلية والبحوث الزراعية وهي منظمة غير ربحية من بنجلادش فازت بالجائزة ضمن فئة المياه عن نموذجها المتكامل لإدارة موارد المياه الذي يسهم في حل مشكلات ندرة المياه في المناطق المعرضة للكوارث وتسهم التقنيات التي طورتها ليدرز في تمكين المجتمعات في بنجلادش من الحصول على مياه شرب آمنة هذا العام سيكون استثنائيا لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 وتمثل جائزة زايد الاستدامة إحدى المبادرات التي تجسد التزام الدولة بتسريع وطيرة العمل لإيجاد حلول عملية تساعد المجتمعات على التكيف مع التغيير المناخي والحد من تبعاته وتحفيز التقدم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تمثل الحياة في مخيمات اللاجئين تحديا بحد ذاتها بينما تتفاقم الظروف الصعبة بسبب عدام الكهرباء ويشكل الحد الأدنى من الوصول إلى الطاقة عائقا رئيسيا أمام تحسين مستويات الصحة والاقتصاد والتعليم داخل هذه المخيمات شركة نيوروتك التي تأسست على أيدي فريق من مهندسي الطاقة والكهرباء أنشأت نظام تحكم دقيق متصل بشبكات الكهرباء لتحديد الاستهلاك والتحكم فيه واتخاذ الإجراءات التي تضبط عمل الشبكات ويساعد هذا النظام في تمديد ساعات توفر الطاقة حينما تكون كميات الكهرباء محدودة التفاصيل مع الزميل محمود حمدان تحية لكم جائزة زايد للاستدامة دائما ما تركز على الأثر وهنا لدينا أحدى المشاريع الفائزة بالجائزة في مجال الطاقة وهي لها أثر إنساني كبير على اللاجئين نتحدث عن نيوروتك الفائزة في مجال الطاقة في جائزة زايد للاستدامة وتحدثنا عنها الرئيس التنفيذي لنيوروتك هبا أسعد أهلاً وسهلاً بك هبا جمعتم ما بين التقنيات الحديثة بلوكشين الذكاء الاصطناعي وأيضاً العنصر الإنسان في مشروعكم حديثينا عن قصة نيوروتك نحن شركة متخصصة في مجال حول الطاقة الإبداعية تأسسنا عام 2018 ويذي جرين أن سستينبل فيجن من أهم المشاكل الحالية التي نشتغل عليه هي مشكلة انقطاع الكهرباء في مخيمات اللاجئين اللي عم توصل أكتر من 13 ساعة خلال اليوم هاي المشكلة بشمس مخيمات اللاجئين بالأردن في موجودة حول العالم وفي مناطق نائية متعددة قدرنا من خلال دمج عدد من التقنيات زي ما حكيت الانترنت الأشياء البلوكشين والذكاء الاصطناعي عشان نوصل بمتحكم ذكي قادر على توزيع الكهرباء بشكل عادل بين اللاجئين وتوفير الحاجات الأساسية من الكهرباء مثل النارة التبريد أدوات طبية وأي حاجات أخرى ممكن نتفق عليها لمدة 24 ساعة والحاجات الثانوية بناء على عدة كريتيريا ممكن نتفق عليها زي كمية الطاقة المتوفرة إذا فيه احتياجات خاصة عن طريق هذا الحل قدرنا نزيد أثرنا بتحسين حياة اللاجئين في المخيمات نعم هبة عندما نتكلم عن الأثر كيف ترون الأثر الإنساني في عيون اللاجئين لتطبيق هذه الفكرة كيف تغيرت حياتهم؟ صراحة بالحقيقة احنا كتير لمسنا تغيير وسعادة في حياة اللاجئين أعلى في حياة اللاجئين عن طريق الحلولة قدمناها قدرنا نحسن الكوليتي لايف لهم بتوفير الحاجات الأساسية لهم كمان قدرنا نخلق فرص عمل لأكتر من 40 وظيفة 45% من هذه الوظائف للسورين أنفسهم عن طريق تدريبهم بعدين تشغيلهم وكمان قدرنا نحط على الأثر البيئي من ناحية الأثر البيئي إن احنا قدرنا نوفر كهرباء بمقدار حوالي 40% فبالتالي قللنا الفوت برينت في المخيمات نتمنى لكم مزيد من النجاح نبارك لكم هذا الفوز هبا أسعد رئيس تنفيذي لنيورتيك شكرا جزيلا لك يعني هذا الأثر الواقعي الاجتماعي الذي نراه فعلا يعني ينعكس إنسانيا على الناس هذه هي رسالة زايد للاستدامة هذه الجائزة التي نحتفي بها كل عام من هنا من قمة أبوظبي المستقبل وأسبوع أبوظبي الاستدامة نعود إليكم شركة بيئة للتعليم التابعة لمجموعة بيئة المتخصصة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز برامجها المتنوعة الرامية إلى زيادة الوعي ومشاركة الأفراد والمؤسسات في بناء مستقبل مستدام المزيد عن مجموعة بيئة مع عادل طعم من أسبوع أبوظبي للاستدامة وموجودون تحديدا الآن في أروقة هذا المكان الذي يضم منصات لشركات مختلفة من جميع المجالات التي تعنى بالشأن البيئي التي تعنى بمواضيع الاستدامة بالطاقة النظيفة وتحديدا أنا موجودة الآن في منصة شركة بيئة الإماراتية ويسعدني أن ينضم إلي هند الحويدي المدير التنفيذي لشركة بيئة للتعليم التابعة لمجموعة بيئة الإماراتية صباح الخير أهلين صباح النور هند شركة بيئة هذا العام تشارك في أسبوع أبوظبي الاستدامة من خلال خمسة جلسات حوار خمسة جلسات حوار وبرزنتيشن وأنت أيضا تتحدثين في واحدة من الجلسات التي تحمل عنوان استعداد دولة الإمارات لمؤتبر كوب 28 حدثين عن هذه الجلسات بشكل عام وعن الجلسة الخاصة بك الجلسات اللي بتنظمها مجموعة بيئة تركز على مجالات عديدها منها مجالات الطاقة النظيفة مجالات إدارة النفايات مجالات عديدة احنا مشاركين خلالها الجلسة اللي أنا بشارك فيها خصيصا بتركز على تأهيل جيل الشباب استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخل اللي هو كوب 28 اللي إن شاء الله بيكون في دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا الهدف منها والتركيز الأساسي بيكون احنا كيف نهيئ جيل الشباب وبنتكلم عن العديد من البرامج التعليمية والتفقيفية اللي إن شاء الله بنترحها احنا في هاي السنة اللي تركز على مواضيع بيئية مهمة طبعا احنا مركزين على التغير المناخي كأحد أهم المواضيع اللي إن شاء الله احنا بنهيئ من خلالها جيل الشباب استعدادا مو بس حق مؤتمر كوب 28 بس حق المستقبل كمان موجودين مثل ما ذكرت على منصة في منصة بيئة في أسبوع أبوظبيل الاستدامة اللي بتستعرض هذه المنصة مختلف المشاريع في مختلف المجالات التي طبعا تصب في الاستدامة حدثينا عن هذه المشاريع المختلفة المشاريع اليوم تركز على جميع الشركات الموجودة تحت مجموعة بيئة في عدنا العديد من الشركات فإذا بنتكلم أو نعطي نبذة عن أغلبها في عدنا شركة بيئة تنظيف اللي تركز على تقديم خدمات التنظيف لكافة إنحاء دولة الإمارات وتوسعت عملياتها بعد عشان تكون خارج دولة الإمارات في عدنا بيئة للطاقة اللي تركز على مشاريع أساسية للتركيز على الطاقة المتجددة منها محطة الشارقة تحويل النفايات إلى طاقة ومحطة تحويل النفايات إلى هايدروجين وهو من أحدث المشاريع اللي مستعرضينها هاي السنة يعني خلال مشاركتنا في عدنا بيئة للتعليم اللي هو مجال اقتصاصي مركزين على نشر ثقافة الوعي البيئي بين خاصة في عدنا العديد يعني من الشركات اللي هو إن شاء الله خلال الجولة ممكن تتعرفون عليها بشكل خاص كونك بتشتغلي يعني وتهتم بمجال بيئة للتعليم شركة بيئة للتعليم حدثينا أكثر عن نشاطاتكم في هذه الشركة ما الذي تقومون به ما هي الرسالة التي تنشرونها في أو المبادرات التي تقومون بها من خلال بيئة للتعليم طرحنا العديد من البرامج إحنا أسسنا بيئة للتعليم في عام 2010 فخلال 12 عام إحنا ثقفنا آلاف الطلاب والمعلمين وفي عدنا أكثر من 700 مدرسة تشارك سنويا نطرح مسابقات بشكل سنوي هو عبارة عن تعليم تفاعلي نطرحها في المدارس اللي موجودة عدنا في كافة دولة الإمارات طبعا نتركز على تقديم المعرفة البيئية بأسلوب يكون ممتع تفاعلي ويعني يشاركون فيه الطلاب بشكل كامل هل سيتم الإعلان عن أي اتفاقات أو شركات بين بيئة وشركات أخرى خلال أسبوع عبوظبي للإستدامة؟ اليوم إن شاء الله بيكون في عدنا حفل توقيع مع شركة ديورسل الرائدة في تصنيع البطاريات في الشراكة بالأخص بتكون ما بين بيئة للتعليم وشركة ديورسل وهي السنة الخامسة إحنا اللي يكون في عدنا هاي الشراكة مع شركة ديورسل عشان نطرح المسابقة اللي هي تحدي البطاريات الكبيرة اللي بتكون إن شاء الله في نسختها الرابعة هل أيضا يعني تطمحون في شركة بيئة أن تكون الشارقة أول إمارة خالية من النفايات صفر نفايات حدثينا عن هذا المشروع طبعا هل الحمد لله تمكننا من تحقيق هذا الهدف من خلال المرافق اللي موجود عدنا فيه بيئة لإعادة التدوير اللي هي تركز على إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات تمكننا من تحقيق أعلى نسبة تحويل النفايات عن المكبات اللي هي كانت نسبة 76% وتعتبر الأعلى في المنطقة وطبعا بتجشين محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة تمكننا من إعادة تدوير النفايات الغيقة بلل إعادة تدوير تحويلها إلى طاقة متجددة بالتالي حققنا هدف صفر نفايات سريعا حبي أسألك بالآخر ما هي رسالتك أنت كشابة وكشخص موجود في منصب قيادة إذا في نقول ما هي رسالتك للشباب وللأهل الذين يربون أطفالهم جيل جديد عليه مسؤولية في حماية المستقبل طبعا هي حماية البيئة تكون مسؤولية سماع إن كان طفل صغير أو كانوا الأهل فإحنا نركز على هذا المجال التوعية اللي نقدمها تشمل جميع أفراد المجتمع يبدأ من الطفل الصغير عشان يوسع المعرفة حق أهله اللي موجودين في البيت يعني بممارسات بسيطة يعني إحنا ممكن ندرجها في حياتنا اليومية وممكن نحق هدف الأسماء اللي هو هدف الأستدامة شكرا لإلك هند الحويدي المدير التنفيذي لشركة بيئة للتعليم التابعة لمجموعة بيئة الإماراتية طبعا الجميع مسؤول والجميع عليه واجب في حماية هذا الكوكب بدءا من الأطفال ووصولا طبعا إلى قادة الدول وصناع القرار ونحن طبعا سنبقى مستمرين في هذه التغطية عودة من جديد إليكم إذن نعود الآن مجددا إلى ضيفنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور أحمد علي دكتور كنا نستمع الآن إلى يعني زميلتنا التي قامت بإجراء مقابلة مع المدير التنفيذي لمجموعة بيئة سيدة هند وكان لك تعليق على يعني أهمية ربما غرس الوعي في نفوس النشأ يعني ربما لكن قبل أن نعلق على دور الجامعات وأهمية غرس الوعي نذهب مباشرة لمتابعة هذا التقرير الحديث الذي أصدره عدد من العلماء لحساب الأمم المتحدة وأكد أن طبقة الأذون في طريقها لأتعافي بشكل كامل خلال العقود الأربعة القادمة ويشير العلماء إلى أن الالتزام الدولي بحظر استخدام المواد المدمرة لهذا الغاز كان له أكبر الأثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن نعود الآن للأستاذ الدكتور أحمد علي معنا في الأستوديو يعني دكتور من الأخبار القليلة التي تبعث على الارتياح حول المناخ كما شاهدنا الآن بأن يعني طبقة الأذون التي تحمي الأرض من الإشعاعات الشمسية الخطيرة على الطريق الصحيح للتعافي في غضون أربعة عقود هذا ما جاء في تقرير شاركت فيه طبعا الأمم المتحدة وعدوا مجموعة من العلماء يعني تعليقك على هذا التقرير وبرأيك كيف أصبح الطريق إلى التعافي ممكنا نعم هذا التقرير يعتبر من التقارير الهامة التي تؤكد أهمية التعاون الدولي لما بين الدول والشركات والمنظمات في إيجاد الحلول العلمية من خلال البحث العلمي اليوم البيانات أو الأرقام التي قدمها هذا التقرير والتي تفيد أن طبقة الأوزون في التعافي خلال عقود الأربعة وذلك من خلال تخلص من 99% من المواد الضارة هذا يؤكد جهود الدول التكاملية في تحقيق الهدف واستخدامها للمبادرات البيئية التي تعزز تقليل الغازات الدفينة وبالتالي نحقق الهدف المنشود لأننا نعرف أن الهواء والغلاف الجوي مفتوح وبالتالي هذه في إمكانية أن الذرات أو الغازات تنتقل بسرعة من خلال الهواء لذلك تكاتف هذه الجهود وتقليل الأنشطة البشرية ساعد إلى تحقيق هذا الهدف لذلك علينا أيضا اللي ساهم أيضا البروتوكول منتريال 1987 لذلك الاستمرار بالتوجيهات المعنية والسياسات التي وضعها البروتوكول منتريال ستساعدنا إلى تحقيق الهدف إلى ما قبل أيضا حتى 1980 قبل طبقة الأوزون إذن هناك جهود حثيثة من الدول لتحقيق هذا الهدف وهذا ناتج أيضا نفس ما ذكرت من التعاون الدولي وهو الذي نسعى إليه من خلال أسبوع أبوظبي اليوم للاستدامة ونعززه دولة الإمارات عززتها من فترة طويلة واليوم نجد هذا نتاجنا في التعزيز أن نجمعنا العالم اليوم في هذا الأسبوع لمناقشة تحديات مختلفة وإيجاد حلول سريعة نعم طويلة المدى أو قصيرة المدى لتحقيق الهدف نعم طيب الآن دكتور دعنا نلقي نظرة على هذه الجلسة جلسة في مركز أبوظبي للمعارض أدنك بعنوان أرضية لشركات التفاؤل كرافعة للتغير مع دكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية المؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 إذن دكتور نعود مجددا الآن إلى دراسة أخرى يعني بعيدا قليلا عن طبقة الأوزون دراسة أخرى أجرتها جامعة واشنطن تفيد هذه الدراسة بأن ارتفاع درجة حرارة المحيطات للأسف أدت إلى تدمير الطفيليات البحرية التي تعيش في المحيطات مما يدل على أنها ضعيفة جدا أمام التغير المناخي لو تحدثنا عن أهمية المحيطات في نظامنا البيئي العالمي على كوكب الأرض والخطوات الواجب اتخاذها لحماية المحيطات نعم البحار والمحيطات هو جزء من منظومة البيئية حيث تشكل 97% من الكوكب لذلك يعتبر البحار والمحيطات مصدر هام لتغلب على الفقر لإيجاد التغلب على الفقر وإلى أيضا تحقيق التوازن البيئي لذلك المطالبين نحن الحفاظ على هذه المنظومة البيئية لأنها جزء أساسي من النظام البيئي التكاملي والذي يساعدنا وأيضا هي تنتج الأكسجين اللي نحن نتنفسه وأيضا ممكن تساعدنا للتغلب على الغازات الضارة صحيح يعني هي كذلك تمتص الحرارة المحيطات للأسف يعني هذا الاحتباس الحراري معظمه تقوم محيطات بامتصاصه على ما أعتقد صحيح نعم لذلك لأن نسبتها 97% لذلك يعتبر مكون أساسي ولاعب دور كبير جدا من خلال أن يحتوي هذه الغازات الدفينة نعم سنعود لمتابعة هذا النقاش الأستاذ الدكتور أحمد أما الآن على هامش أسبوع أبو ظبي للاستدامة أجرى محمود حمدان حوارا خاصا لتلفزيون دبي مع الشيخة شمى بنت سلطان بن خليفة النهيان رئيسة تنفيذية لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتغير المناخي UICCA والتي خصتنا بهذا اللقاء تحية لكم ونحن في أجواء أسبوع أبو ظبي للاستدامة نتحدث عن هيئة وكيان جديد بقيادة شابة نتحدث عن هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي نلقي الضوء على هذه الهيئة ما هي أهدافها وطموحاتها مع ضيفتنا لهذا اليوم سمو شيخة شمى بن سلطان بن خليفة آل انهيان الرئيس التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي أهلا وسهلا بك شيخة شمى لو تضعينا في صورة هذه الهيئة الجديدة هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي هي بمثابة مركز فكر يجمع بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتفعيل الخطط المطروحة وترجمتها على أرض الواقع الهيئة هي كيان حيادي مستقل يهدف إلى توحيد وحشد الجهود الدولية للوصول إلى تحقيق الانحياد الكربوني بحلول 2050 في دولة الإمارات إذن ما هي الأهداف التي ترمون إليها من خلال هذه الهيئة؟ عدنا عدة أهداف منها تسليط الضوء على أهمية التغيير المناخي خلال المشاركات في محافل دولية متخصصة في هذا المجال لمناقشة كيف يمكن أن نسهل التواصل بين صانعي السياسات وأفراد المجتمع من مبتكرية التقنيات إلى أصحاب الشركات والأطراف المعنية من المجتمع المدني هدفنا الثاني هو بناء شركات محلية وإقليمية ودولية من أجل تسريع الجهود نحو تحقيق أهداف الاستدامة على مستوى الدولة والعالم خلال أسبوع أبوظبي للإستدامة وقعنا مجموعة من المذكرات التفاهم مع هيئات عالمية ومن ضمنهم غرفة التجارة الأمريكية المجلس الأطلسي مؤسسة كونفرجنت لحلول التنمية المستدامة هدفنا الثاني هو سد الفجوات الموجودة حاليا في مجالات مختلفة مثل التواصل بين القطاعين العام والخاص وإجراء دراسات وورش عمل للبحث عن حلول عملية في مجال الاستدامة والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لدينا نخبة من القادة والخبراء المتخصصين في مجال الاستدامة بشكل عام والبيئة بشكل خاص نعم ونحن بدورنا نتمنى أن تنجحوا في تحقيق هذه الأهداف وأن يصل الأثر إلى العالم إذن ما هي الرسالة التي تودون توجيها للعالم من خلال هذه الهيئة؟ رسالتي إلى العالم هي أن نبدأ بالعمل الآن وتوحيد الجهود ورص الصفوف لتحقيق تقدم في مجال تطبيق الوعود والسياسات المطروحة من قبل الدول والشركات وترجمتها على أرض الواقع نعم إن شاء الله سيكون الفرق بإذن الله واضح وينعكس على هذا العالم أشكرك الشيخة شمى بن سلطان بن خليفة النهيان الرئيس التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي شكرا جزيلا لك تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لتربية والعلم والثقافة يونسكو أشار إلى أن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم بما في ذلك الموجودة في جبال دولومايت في إيطاليا ومنتزهي يوسمايت ويولوستون في الولايات المتحدة وجبل كلمانجارو في تنزانيا ستختفي بحلول عام 2050 بسبب الاحتباس الحراري اشتركوا في القناة 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 دكتور أحمد معنا اليوم في الاستوديو لمواكبة فعاليات أسبوع الضبي للاستدامة أستاذ دكتور أحمد كنا نشاهد قبل قليل هذا التقرير الأممي الذي أفاد بأن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم هي الآن معرضة للزوال بل وستختفي بحلول 2050 هذا التقرير الأممي صادر عن يونسكو وحضرتك كذلك ممثل منطقة العربية في اليونسكو تعليقك على هذا التقرير وهل تعتقد أن العالم بكل ما لديه من أدوات تكنولوجية وتطور معرفي والأدوات السياسية كذلك قادر على كسب الاحتباس الحراري أو كسب المعركة ضد الاحتباس الحراري نعم هي معركة شرسة ولكن بالجهود والتعاون الدولي ممكن أن نحقق تطور التكنولوجيا استخدام الذكاء الصناعي والروبوتات كلها ساعدت على تحقيق هذه الأهداف وأيضا منظومة البحث العلمي من خلال الشراكات هذه تساهم في تعزيز المخرجات التي تساعد على إيجاد حلول ابتكارية للاحتباس الحراري اليوم بعدما سمعنا تقرير الأمم المتحدة أن هناك تعافي طبقة الأوزود خلال العقود الأربعة هذا دليل على أهمية التكاتف وهذا أيضا محفز يساعدنا أننا نحن في الطريق لكسب معركة الاحتباس الحراري إذا تعاوننا شحدنا الهمة الجهود واضحة حققنا الهدف مونتريال بروتوكول مونتريال نعم واستمرين بهذه الجهود وفي هذا النهل نعم الاستمرار في نفس الوتيرة سيساعدنا في تحقيق الهدف وخاصة الآن مع وجود التطور الكبير في التكنولوجيا في البنية التحتية التي تساعد على إجراء البحوث العلمية من هنا أستاذ دكتور أحمد يأتي دور ربما غرس الوعي في نفوس الشباب لو تحدثنا عن أهمية هذا الموضوع نعم الوعي هو طبعا جزء أساسي مفروض كل أبناء أو منظومة في المجتمع الواحد أن يساهموا في تعزيز الوعي في الأسرة رب الأسرة مطالب في نقل أهمية الحفاظ على الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة من خلال ممارسات إيجابية لأبنائها في الجامعات المدارس الجامعات عليها دور كبير جدا من خلال البرامج التدريبية والبرامج التعليمية التي تقدمها لبناء جيل قادر من الشباب قادر على مواصلة التنمية وقادر على إجراء البحوث التي تساعد على إيجاد حلول ابتكارية لتحديات مرتبطة بالمناخ اليوم الشيخة شمه بنت سلطان بن خليفة الله يحفظها عن نهيان نموذج من الشباب اللي يقود ملف التغير المناخي صحيح كما تابعنا ما شاء الله يعني تقود بالفعل عجلة التغير المناخ في دولة الإمارات نعم وهذا ما يؤكد على أهمية الشباب في المرحلة القادمة في دعم هذه المنظومة وفي تحقيق الأهداف المنشودة إذن الوعي هو عبارة ليس فقط مرتبط بالجامعات وإنما ضمن المجتمع الواحد والذي تضم فيه المؤسسات الشركات حتى الإعلام المدارس الجامعات والجامعات والمدارس اللي هي الدور الكبير التدريبي والتعليمي لأنها تنقل المعرفة وتساعد في بناء مهارات طلابية صحيح وهذا هو إذن الدور كما ذكرت قبل قليل المؤسسة الشاملة في دولة الإمارات نشكر وجودك معنا جزيل الشكر الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة وأستاذ مشارك في جيولوجيا المياه في كلية العلوم وعضو اللجنة الاستشارية للعلوم المفتوحة في منظمة الأمم المتحدة لئة تربية والعلوم وثقافة اليونسكو ممثلة عن منطقة العربية شكرا جزيلا لحضورك معنا شكرا بطل الأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بتغير المناخ في كوب 26 نايتجل طوپنغ من أبرز المشاركين الفاعلين بفعاليات وجلسات أسبوع أبوظبي للإستدامة زميلتنا أدل تعمي التقت به على هامش أسبوع أبوظبي للإستدامة من أسبوع أبوظبي للإستدامة هذا الأسبوع الذي يمهد الطريق وصولا لمؤتمر كوب 28 الحدث الأبرز الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر القادم وفي هذا الإطار يسعدني أن أستضيف السيد نايتجل طوپنغ بطر رفيع المستوى لمدة عامين لرئاسة المملكة المتحدة لقمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 26 مرحبا سيد نايتجل نرحب بك معنا شكرا يا سرني أن أكون معكم بداية ماذا يعني أن تكون رائد المناخ لمؤتمر الأطراف كوب 26 لم نسمع بهذه التسمية من قبل نعم دور رائد المناخ لمؤتمر الأطراف كان جزء من اتفاقيات باريس والفكرة هو أن كل دولة تتولى الرئاسة اليوم دولة الإمارات تتولى الرئاسة تقوم بتعيين رائدا لمؤتمرين لذلك ندينا دائما رائدين أنا عملت مع الرائد تشيلي لكوب 26 وبعدها الدكتور محمود محيد دين من كوب 27 والهدف هو أن نعمل مع الجميع أي أجهات الفاعلة من غير الدول فهنا نعني بها القطاع الخاص وشركات الأعمال والمستثمرين والمصارف والمدن والمجتمع المدني بشكل عام وذلك لكي نعمل على عمل طموح أكثر وأسرع بطريقة عملية لتغير المناخ أخبرنا أكثر عن مشاركتكم اليوم في أسبوع أبوظبي للاستدامة والجلسات التي سوف تقوم بالمشاركة فيها أنا انتهيت للتو من ولاياتي لمدة ثلاث سنوات كرائد للمناخ لمؤتمر الأطراف كوب 26 سوف أدهم العملية تصادر تغير المناخ سوف أعمل مع الرائدة الجديدة ساعدة رزان المبارك خيار جيد جدا لدولة الإمارات وهي ستدفع بالعمل قدوما في مجال المناخ وأيضا سوف أشارك في متدى المرأة الاستدامة والطاقة المتجددة المهم جدا أن نجذب المرأة لكي تعمل في هذا المجال وأن ابنة أختي على سبيل المثال هي مهندسة للطاقة الشمسية ونحن بحاجة إلى هذا التوازن بين الرجل والمرأة والمشاركة والدخول إلى هذا المجال أيضا سوف أتحدث مع دكتور محمود محيع حول الشركات وأيضا التفاؤل للعمل سويا سأشارك في أحد الجلسات حول الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر مجالات مهمة جدا ستحقق نموا وتحل المشكلة إن هذا الحدث اليوم يهيئ الأرضية لمؤتمر الأطراف كب 28 الذي سياقت في دولة الإمارات ما هي التوقعاتكم وكيف ترون هذه التحضيرات بداية لابد من الإشارة لأن دولة الإمارات قد اختارت فريقا متميزا للعمل على التحضيرات وأيضا هناك مشاركة كبيرة للمرأة في فريق العمل في الماضي دائما تم الحفاظ على التوازن بين الرجل والمرأة في هذا المجال الدكتور سلطان أيضا الشخص المناسب لأنه كان قد ترأس مصر وأدنك ولديه الخبرة الوافية في هذا المجال لذلك أنا أعتقد بأن دولة الإمارات من خلال فريق عملها فعلا قامت بكل ما هو مطلوب منها جاركت في العديد من الاجتماعات وهم فعلا قاموا بالواجب ويمكنني القول أن أتطلع قدما فعلا إلى هذا التواضع للبناء على ما أنجز من قبل والثقة للتحلي بشجاعة وبناء جاء جديد والتركيز على التنفيذ في المستقبل وأخذنا بالأتبار قصة نجح دولة الإمارات في السنوات الخمسين الماضية فأنا جد متفائل بأننا فعلا سوف نشهد بناء على هذا الزخم من غلاسكو وشرام الشيخ القمم التي عقدت هناك وتركيز أكبر على ما سنقوم به في السنوات الخمسة القادمة لكي نستثمر ونبني في محطات الطاقة المتجددة إن كان منطقة الرياح وتياء وطاقة الخضراء وطاقة الشمسية لكي ننتقل إلى كل ما هو أخضر في مجال الأسمدة ووقود الطائرات وغيرها أنا بالطبع سوف أنتقل من مرحلة الشعور بالذنب دائما بأننا لم ننجز الكثير وواقع بأننا قد تأخرنا وأن أبدأ بالشعور بالتفاعل والثقة بأننا جميعا نحن جميعا فعلا بإمكاني أن نحدث التغيير بشكل سريع جدا عندما نعمل سويا بالحديث عن هذا ما هي رسالتك للعالم في هذا المجال على وجه الأخص كيف يمكن لكل فرد في مكانه أن ينقذ كوكب الأرض بداية الأفراد لا ينبغي أن يشعروا بأنهم هم عليهم إنقاذ كوكب الأرض إنه عمل جميعي الجميع يمكن أن يساعد من مكانه نحن بحاجة إلى أن ننتقل إلى الطاقة المتجددة بأسرع وقت ممكن قد تكون طاقة رياح طاقة نووية طاقة شمسية إمبعاثات صفرية للطاقة وبالنسبة لنا جميعا نحن نركز على ما نستخدمه من أين نأتي بالكهرباء ما هي وسائل النقل التي نستخدمها ما هي السيارات التي نقودها نحن اليوم نرى ابتكارات في مجال سمنتل، طيران، النقل، الشحن، الأسمدة وغيرها والغذاء نعم الغذاء موضوع مهم جدا نحن ننتقل نحو الطاقة المتجددة في مجال الزراعة أيضا شكرا لك سيد نايجل شكرا جزيلا لك كان معي نايجل طوبينغ بطر رفيع على المستوى لمدة عامين لرئاسة المملكة المتحدة لقمة الأمم المتحدة كوب ستة وعشرين والآن عودة من جديد إليكم في الاستوديو إذن تغطيتنا لأسبوع ابو ظبي للاستدامة وصلت إلى نهايتها وقد واكبنا أهم ما جاء في يوميها الثالث والرابع في جدول الأسبوع الممتد على مدى ستة أيام غدا تنطلق قمة الهايدروجين الأخضر أما ملتقى أبو ظبي للتمويل المستدام فيعقد بعد غدا وهو اليوم الذي يختتم فيه أسبوع ابو ظبي للاستدامة بعودة فعالية المهرجان الذي يحتفي بالاستدامة على مدار ثلاثة أيام في منصة مدينة مصدر حيث بإمكان سكان دولة الإمارات وزوارها الاحتفاء بالوجهة الحضرية المستدامة الرائدة في أبو ظبي والمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشط التعليمية والتثقفية حول الاستدامة مجرا وسط أجواء حافلة بالمرح والتجارب الصديقة للعائلة إذن نجدد لكم التحية ونلتقي بكم في تغطية أخرى دائما على تلفزيون دبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر